مزيد من المتابعين ينضموا إلى نعب انتونات من واشنطن دكتور إدوارد جوزاف أستاذ الدراسات الدولية في جامعة جون هوبكنز دكتور إدوارد مرحبا بك دكتور إدوارد في الوقت الذي يقول فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرد أو أن الرد الإسرائيلي تجاوز الحد وأنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال يعني كم كان يلزم للولايات المتحدة الأمريكية حتى يقول الرئيس الأمريكي هذا التصريح تجاوز الرد الحد والسقف المقبول به من قبل الولايات المتحدة شكرا جزيلا وسعيد بنا أكون معكم هذا وضع مأساوي ومؤلم أن يكون هناك هذا العدد الكبير من المدنيين الذين قتلوا هذا لا يتعلق الأمر بأن الرئيس بايدن احتاج وقتا طويلا ليقول ذلك كان يعرف ذلك منذ البداية ونعرف أن حماس أيضا تعرف ذلك ونعرف ذلك إذن الولايات المتحدة والرئيس بايدن كانوا يعرفون أن الأمر سيكون بارغ صعوبة ستكون عملية عسكرية صعبة جدا لأن غزة مكتظة بالسكان والرئيس بايدن فهما وما يزال أن مسؤولية هذا الوضع الحرج مشتركة الإسرائيليون لهم دورهم والرئيس بايدن محق في الإشارة إلى أن عندما يكون هناك مبالغة من الإسرائيليين كذلك أن حماس لها مسؤوليتها في المسألة وحماس كانت تعرف وتوقعت وأرادت هذا النوع من الرد العسكري من قبل إسرائيل عندما هاجمت وانتهكت وقف أطلاق النار هذه الحقيقة الحقيقة هو أن الولايات المتحدة تعترف بأن العملية العسكرية في غزة مشروعة وأنا أفهم ذلك قد يكون هذا صعبا على العديد من مشاهديكم الحق في القيام بهذه العملية والرد على حماس وكان على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين الدولية والرئيس بايدن يعتقد أن ما هو ضروري هو أن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يتمكن المدنيون الفلسطينيون من أن تدخل المساعدات الإنسانية وهذا مهم جدا وهو يتطلب توافقا مع حماس لإطلاق صراحة الرهائن ولم يتم التوصل إلى توافق والرئيس لا تلوم إسرائيل على أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق الرئيس بايدن في الحقيقة عندما قام في مؤتمره الصحفي عبر استخدم عبارة أنها مبالغ فيها طلبات حماس حماس استخدم هذه العبارة أيضا عندما تحدث عن وصفه لإقترحات وطلبات حماس لوقف إطلاق النار قال إنها أكثر من اللازم واستخدم العبارة نفسها بالنسبة لوصفه لإستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية نعم ولكن سيد إدوارد وأنت تقول إنه كان يعلم منذ اللحظة الأولى إذن كان يعلم بأن إسرائيل ستقوم باستهداف الرجال والنساء والأطفال المشافي المساجد مدارس الأونر وكل الأهداف المليئة والمكدسة بالمدنيين المحاصرين منذ 17 عاما داخل قطاع غزة ليس ذلك ما قصدته لكن ليس كما قلت ما قصده ما قصده هو أن حماس كانت تعرف بأن إسرائيل سترد وسيكون لديه الخيار إما أن ترد عسكريا أو أن تسمح لحماس بارتكاب ما ارتكبته إذن الأمر واضح أعتقد أنكم تفهمون ذلك وتقدمونه بوضوح لمشاهديكم كل شيء بدأ في السابع من أكتوبر كان هناك وقف لإطلاق النار آنذاك ليس حقيقيا دكتور إدوارد أن كل شيء بدأ في السابع من أكتوبر هذا ما تريد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن يظنه العالم ولكن هناك سياق طويل للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ليس فقط في قطاع غزة ولكن كذلك في الضفة الغربية وفي كافة المناطق المحتلة ليس صحيحا أن كل شيء بدأ في السابع من أكتوبر إذا أردنا أن نخوض جدلا يمكننا أن نفعل ذلك لا مشكلة لدي يمكننا أن نتحدث عن التاريخ لكن للوقائع وأنا أود أن توضح الأمور للمشاهدين رجاء أن وافقي على ما أقوله أود أن توافقي على ما أقوله لأن ما أقوله صحيح سابع من أكتوبر كان هناك وقف إطلاق نار مستمر هذا واقع ومن الواقع أيضا أن عزل غزة كان شيء قامت به مصر أيضا ليس إسرائيل فقط ومصر ليس لها مسألة في أن تكون حماس في الحكم إذن دعنا لا نضيع وقت المشاهدين في محاملة قول أشياء غير صحيحة كان هناك وقف إطلاق نار لم يكن هناك اتفاق بين الفلسطينيين وافق أيضا أنت على ما أقوله دكتور إدورد كان هناك احتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية لم تلتزم فيه إسرائيل بقرار مجلس الأمن الذي يلزمها بالعودة إلى حدود 67 كان هناك أيضا حصار إسرائيلي لقطاع غزة برا وبحرا وجوا يمنع على الفلسطينيين داخل القطاع أن يتمتعوا بأي من حرياتهم إلا بعد قرار إسرائيلي وما زالت تمارسه إسرائيل وأعلنته حصارا مطبقا حتى فيما يتعلق بمعبر رفح الذي لا يقع تحت سيطرتها دعوني أطرح عليك سؤالا إذا أردت أن تواصل هكذا هناك كثير ما يمكن أن نقولها حال الوضع إذا سأطرح عليك سؤالا وأود أن تجيبي عنه نعم أم لا إذا كان هناك حصار على غزة هل إن مصر أيضا حافظت على ذلك الحصار إلى جانب إسرائيل نعم أو لا أولا أنا لست هنا لأجيب على أسئلة ثانيا مصر تقول إنها لا تحاصر قطاع غزة رئيس الأمريكي يقول إن مصر رفضت فتح المعبر وإسرائيل تهدد عبر مسؤوليها عبور أي شاحنة من الجانب المصري بالقصفة سيد إدوارد بالنسبة لأن هناك مسائل تتعلق بالوقاع لقد ألححت على أن هذا الحصار قلت إن مصر كانت طرفا فيه أيضا وهذا واقع الآن دعوني أقرأ شيئا من الإذاعة الوطنية التي ليست صديقة لإسرائيل وكان هناك خبر حول موقف الفلسطينية من حماس هذا إذاعة وطنية تقول لسنا سعداء برد حماس أبدا وجمال الذي لا يريد أن يستخدم اسمه لأنه يخشى أن تتعقبه حماس يقول حماس تركز على البقاء المحافظة على الحكم لأن حماس لا تهتم بشعب غزة لا تهتم بمعاناعتهم هذا مقتطف من فلسطيني يتحدث في الراديو وهو في غزة دكتور إدوارد ألا يوجد لديكم في الولايات المتحدة الأمريكية مواطن أمريكي أبيض واحد على الأقل يقول إن الإدارة الأمريكية لا تهتم بمصالح شعبها وإنها لا تريد سوى البقاء في السلطة ألا يوجد داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي مواطن واحد يقول إن الإدارة الإسرائيلية لا تهتم بمتطلبات شعبها وإنها بن يمين نتنياهو مثلا لا يرغب بشيء سوى بالبقاء في السلطة وإن هذه الحرب فقط للبقاء في السلطة ألا يوجد ذلك لديكم أي شخص يمكن أن يقول ذلك ولكن إذا تعرفت للقصف كل يوم وبدلا من أن تلوم إسرائيل تلوم حماس هذا جدير بالاهتمام وأعتقد وهي موجودة على هذا الإذاعة محطة الإذاعية وهي ليست صديقة لإسرائيل وهي تنتقد إسرائيل لكن عنوان القصة هو في غزة الغضب يتزايد ضد حماس إلى جانب الغضب على إسرائيل نعم أحيلك إلى هيئة البث الإسرائيلية أيضا وهي التي تنقل كل يوم مظاهرات تطالب بوقف حكم نتنياهو واستعادة الأسرة وتلقي باللائمة على الاحتلال الإسرائيلي بأنه لم يستطع تأمين أسرة سيد إدوارد هذا نقاش صفستائي طويل جدا لأنكم تريدون فقط أن تبدأوا القصة من السابع من أكتوبر وإذا أردت أن تبدأها من السابع من أكتوبر فعدد من قتلهم الاحتلال الإسرائيلي بدعم وأسلحة أمريكية هم 27947 مواطن فلسطيني تقريبا ثلثهم من الأطفال وهناك 7000 أو أكثر مفقود حتى اللحظة إذن يرتفع هذا الرقم لأكثر من 35 ألف مواطن فلسطيني هل هذا يعد ديمقراطيا وإنسانيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ سوف أكرر ما قلته ولن أغير كلامي ما يحدث في غزة هو مؤلم وهو مأساة ومعاناة المدنيين الفلسطينيين مأساة لن أقول شيئا مخالفا لذلك أبدا وبقدر ما يتم ذلك بسرعة بقدر ما يكون أفضل للجميع وعلينا أن نركز على لكن الطريقة لنتقدم هو أن نفهم أن مسؤولية ما حدث أسئلتك مثيرة لأن هذا هو خط شبكتكم ولا تودين أن تتحدثي عن مسؤولية حماس أفهم ذلك لكن الحقيقة هو أن حماس تتحمل جزءا من المسؤولية والدليل على ذلك ذلك المقطع الذي قرأته لك من جمال ونعرف أن إذا جمال فكرت في ذلك هناك كثيرون ربما يفكرون كذلك دعوني أتحدث عن ما يحدث في إسرائيل في إسرائيل هناك وحدة في ضرورة ملاحقة حماس الاختلافات تتعلق بمسألة الرهائن لكن هناك نقطة أخرى لم تثيرها وكثيرون لا يثيرونها وهي مسألة الإسرائيليين العرب الذين يعيشون في إسرائيل والذين هم مواطنون إسرائيلين في نهاية ديسمبر وفي نيويورك تامس باتريك إنزلي يمكن أن يطلع عليه يقول من المفاجئة أن سبعين في المائة من العرب الإسرائيليين يقولون إنهم يشعرون بأنهم طرف في دولة إسرائيل تبقى لدراسة وأكبر ولذلك سنت لهم إسرائيل قرارا بتهمة الإرهاب لكل من يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أي مفردة أو أي كلمة تحيي أي فعل من أفعال المقاومة أو تؤيده أو لمن يرفع العالم الفلسطيني لهذا تحديدا قامت إسرائيل بسني هذا القانون وممارسة الاعتقالات بحقهم لأجل ضمان كونهم طرفا داخل دولة إسرائيل شكرا جزيلا دكتور إدوارد جوزيف أستاذ الدراسات الدولية في جامعة جون هوبكنز كنت معنا عبر الإنتجينات من واشنطن لك جزيل الشكرة